رحبت الحكومة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس وثمنت التزامه بالعمل من أجل التوصل لاتفاق سلام فلسطيني مع دولة الاحتلال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناتق الرسمي باسم الحكومة قال إن هذا القرار يدل على فهم واشنطن العميق لحساسية هذا الأمر ويسهم في إيجاد البيئة اللازمة لإطلاق مفاوضات سلام ناجحة وبيّن الناطق باسم الحكومة أن هذا القرار يدلل على احترام الإدارة الأمريكية لأراء شركائها واصفا القرار بأنه خطوة هامة وحكيمة من شأنها تعزيز فرص تحقيق السلام أضرم مجهولون ليلة أمس النار بمركبة في منطقة الصريح جنوب مدينة إربد وفق ما أفاد به مصدر أمني وقال المصدر إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدن إربد حضرت إلى مكان الحادثة وأخمدت الحريق مضيفا أن مجهولين قاموا بسرقة مركبة وإحراقها بالكامل أحيل ثلاثة أشخاص في محافظة الكرك إلى المدع العام في قضية الدجاج الفاسد مدير صحة محافظة الكرك الدكتور زكريا النوايسي قال إن أحد هؤلاء الأشخاص كان يوزع الدجاج الفاسد على المواطنين وشخصين آخرين كان يعملان صائقين لشاحنات نقل وتوزيع الدجاج وكانت جمعية حماية المستهلك طالبت في بيان لها الجهات الرسمية بتحول كافة المتورطين إلى القضاء ومعاقبة كل من تسوي له نفسه العبثة بسلامة الأمن الغذائي للمواطنين كما شكلت الجمعية لجنة من المختصين لمتابعة القضية وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وشرطة البيئة في الكرك أتلفت في وقت سابق ستة أطنان من لحوم الدجاج المبردة غير الصالحة للاستهلاك كانت ستوزع على الجمعيات الخيرية لإطعامه للفقراء والمحتاجين إلى ذلك قرر مدة عام محكمة معان توقيف شخص على ذمة التحقيق في قضية توزيع وتخزين كميات من الدجاج الفاسد في المنطقة الصناعية في معان تنتشر الزينة الرمضانية على مداخل البيوت والمساجد في محافظة عجلون في مشهد بصري يعكس البهجة التي تغمر أهالي المحافظة بحلول الشهر الفضيل مشاهد رمضانية من عجلون في هذا التقرير تنير زينة الشهر الفضيل بحات مسجد عجلون الكبير والعديد من المنازل في المحافظة الأمر الذي يعكس الفرحة والسرورة في استقبال رمضان حيث أصبحت تلك الزينة طقصاً يميز المحافظة خلال هذا الشهر عن غيرها من أيام السنة الباقية زينة رمضان صارت أحد التوقوس المهمة في هذا البلد وفي كل البلدان العربية وهي مؤشر على فرح الناس والابتهاج والفرحة بهذا الشهر نتمنى للجميع شهر جميل ونتمنى أن الناس تعزز هذا الشيء لأنه هذا يعتبر مظاهر الفرح في هذا البلد أهالي عجلون أقبلوا على شراء الزينة الرمضانية ليضيئوا بها مداخل بيوتهم ومجالسهم بشكل يطفي الفرحة والسرورة على من يشاهدوا هذا المظهر الاحتفالي وخصوصا من الأطفال الذين يشكلوا لهم شهر رمضان المبارك مشهدا استثنائيا عن باقي الأيام بالنسبة لي أنا كصاحب محل زينة يعني ما شاء الله السنة رمضان فيه قبال كثير على الزينة يعني الناس ما شاء الله مبتهجة ومبسوطة وفرحانة بشهر رمضان فيه يعني اقبال الناس أنه حابة أنها تزين حابة تعمل شي جديد برمضان السنة وأجواء يعني رمضان ما شاء الله بتجنن يعني غير بتختلف عن كل الأيام أجواء جميلة جدا رائعة وبهجة وسرور يعني للناس من واحد هي كإضاءة زينة رمضان بشهر رمضان يعني عمل واحد بهجة تختلف عن كل أيام عن كل شهور السنة ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها المواطنون إلا أن محال الزينة كغيرها من المحال التي تختص بالبضائع الرمضانية شهدت قبيل حلول الشهر الفضيل إقبالا جيدا يعكس رغبة أهالي عجلون في إدخال البهجة إلى بيوتهم تزامنا مع الأجواء الروحانية التي يحملها شهر رمضان المبارك أما في الكرك فالأوضاع الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية أخفت العديد من مظاهر احتفال بالشهر الفضيل في المحافظة حيث لم يتبقى إلا القليل من تلك المظاهر يحافظ عليها كبار السن نتابع التقرير التالي لم تترك التغيرات والظروف الاجتماعية السائدة مجالا للطقوس التي عادة ما تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك في محافظة الكرك وتتوارى تلك العادات أمام مظاهر التمدن لتصبح جزءا من متحف التاريخي ليكتفى بالحديث عنها على لسان كبار السن من أهل المدينة على الفطرة قبل كل في العرب كل منه بيجيب الأكل اللي من بيته وبحطه بالمولة ما يصير وقت الفطور وقت الفطور احنا مشوه ما في راديو ولا فيه ساعات نتنى لما يقولوا دب المدفع المدفع مين بقولوا فيه شرطان بحطوهم في مدفع في الكرك عبارة عنه هي والله دب المدفع ما بدري دب ما دب المهم بفطره الحمد لله شهر رمضان شهر الخير بس صار فيه اختلافات عن الأيام القديمة اللي كانت تصير وعن الأيام الحالية الأيام القديمة كان واحد يذبح قعود الناس سنة توكل من شهر كل يوم عند العزوم عند واحد كل يوم ما يطب خطور الشهر تنتقل من واحد لواحد كانت الناس على البركة شوارع الكرك تخلو إلى حد كبير من طقوس الشهر الفضيل ولم يعد فيها مكان لمظاهر استقباله ومأكلاته وأهازيجه وجلساته وصوت مدفعه وحتى ترانيم المسحرات الأوضاع الاقتصادية الصعبة والظروف الاجتماعية وانتشار التكنولوجيا وما رفقه من عادات جديدة ساهمت بشكل كبير في اختفاء طقوس الشهر الفضيل التي عرفت بها الكركو على مر الزمن التغير على طقوس رمضان السابقا والآن هو جزء من تغير المجتمع الأردني وانتقاله من قيم الجماعة التي كانت تسود وكان الناس يجتمعون في كل المناطق على شكل جماعات وجيران وأبناء حارة واحدة إلى قيم فردية بدأت الذات تظهر وبالتالي لم يبقى من رمضان عمليا إلا عديد من الرموز رغم قيمة الدينية من هذه الرموز الإضاءات الذهاب خارج حدود الأسرة أو المنزل لا شك أن التكنولوجيا أيضا ساهمت بدورها في إضعاف العلاقات الاجتماعية وفي تهديد كثير من القيم والعادات التقليدية التي كانت تسود في المجتمع جلسات السمر وتبادل الأحاديث تحولت إلى المقاهي وفي الوقت الذي لا يزال بعض كبار السن يحفظون على جلساتهم اليومية في بعض أحياء الكرك يغيب صوت المدفع عن المدينة وتتبدل الفوانيس إلى عضوية وزينة كهربائية تنتشر في البيوت والأسواق التجارية يشكو مواطنون من مناطق مختلفة في محافظة الطفيلة من انتشار عشوائي للمطبات والحفر على طرق فرعية ورئيسية الأمر الذي يلحق أضرارا بمركباتهم ويشكل خطورة كبيرة على مستخدمي الطرقات انتشار المطبات والحفر العشوائي في محافظة الطفيلة يشكل قلقا لسالكي الطرق الأمر الذي يتسبب بإلحاق الأضرار المادية بمركباتهم تأثر على الهيئة الأمامية للباسطة تتفاجأ في المطبات أن كل منزل حاط قدام بيته مطب عشوائي ارتجالي من عنده بكون غير يكون ممنظم على الشارع الرئيسي في مطبات غير منظمة ما على إشارات تحذيرية نتبين في مطب نرجو من أصحاب الاختصاص أو المعنيين في هذه الجهة أنهم يقوموا بحل جذري لهذا الشارع ولهذا البلد في أسرع وقت لأنه الأجواء الرمضانية والأجواء الصيفية والمحميات الموجودة في الطفيرة المواطنون بيّنوا أن بعض المطبات والحفر توجد في طرق فرعية ورئيسية وهي بحاجة لشواخص مرورية ومستلزمات السلامة العامة التي تبرز خطورتها بشكل كبير نتيجة ارتفاع بعضها بشكل كبير عن مستوى سطح الأرض المطبات صارت بشكل عشوائي تنحط بالبلد يعني بتكون ماشي بعمال الله لا عاكسي لا إشي لا إيشي تحذيري وأنك واقع بالمطب يعني صارت السيارات عبارة عن مصد لها المطبات في الطبح والطفيل أضرار جسيمة تسببت بها تلك الحفر والندوب في شوارع المحافظة والسكان يطالبون الجهات المعنية بضرورة إيجاد حلول لها والتخفيف منها أو وضعها بمواصفات فنية وحضرية تضمن سلامة مستخدمي الطرق على الرغم من كونه طريقا حيويا يخدم الآلاف من المواطنين والمزارعين إلا أن وعورته تحول دون مقدرة المزارعين وغيرهم من الوصول إلى وجهتهم عن طريقه إلا باستخدام مركبات الدفع الرباعي معاناة بلدة جنين الصفا في محافظة إربد في هذا التقرير تعبيد الطريق الزراعي في بلدة جنين الصفا التابعة للواء الكورة في محافظة إربد هو أبرز مطالب المزارعين والمواطنين من أبناء المنطقة نتيجة تعذر الوصول إلى أراضيهم وبالتحديد خلال موسم القطاف بسبب وعورة المنطقة وصعوبة الوصول إليها إلا باستخدام مركبات الدفع الرباعي مطالبنا أن الشهر الرئيسي هذا عندنا يتعبد حرام منطقة زراعية منطقة غنية نحن نرخيها ما بضبط مدير أشغال محافظة إربد بيّن أن الطريق الزراعي في لواء الكورة موضوع على أجندة أعمال الوزارة وضمن أولوياتها في المحافظة مشيرا إلى أنه سيتم إعادة تأهيل الطريق في أقرب وقت ممكن تم مقابلة بعض من المواطنين أثناء زيارة معالي وزير الأشغال العام والإسكان في تلك المنطقة وتم الاطلاع عليها من قبل مديرية أشغال محافظة إربد وإن شاء الله بعمل الله أنه وضعت على أولويات هذا العام لأعمال التعبيد وسيتم تعبيدها في أقرب وقت ممكن وعود تنتظر التنفيذ عند أبناء اللواء لحل مشكلة الطريق الزراعي في أقرب وقت وإلى الأراضي المحتلة حيث أدى عشرات ألاف الفلسطينيين الصلاة في أول جمعة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة ونشرت شرطة الاحتلال أعداداً كبيرة من عناصرها على مداخل المدينة القديمة في القدس والمؤدية إلى الحرم القدسي التفاصيل في هذا التقرير زحف مقاوم وشد رحال مشتاق جاهد للمجيء من كل فج فلسطيني إلى المسجد الأقصى هو عنوان الجمعة الأولى لرمضان أكثر من 250 حاجة هرولوا إلى القدس متخطين الحواجز الاحتلالية ومتجاوزين حجرة عثرة التجديدات والإجراءات العسكرية المسجد الأقصى عاد له أهل الآن وهو الآن في زهو وهو الآن في بهجة وهو الآن في فرح من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى يجب أن يصل يجب أن يدعم أهل القدس يجب أن يرابط في المسجد الأقصى هذا فرض وواجب على كل مسلم ليس فقط في فلسطين بل في كل أنحاء العالم جينا من الخليل طريقة كالعادة طبعا في حواجز لما أسمع أنه في حاجز ممكن أعبر وأدخل أسمع أنه في أربع خمس ست حواجز طبعا عائق بشكل غير مباشر أنه ما بدنا نشوف هذا بالأقصى نحكي لهم إحنا هنا في الأقصى رح نظل فيه حطيته حاجز عشر عشرين رح نتعدى هم نمر عنهم ونصل الأقصى أنا جيت من بيت نابلس باجي على الكدس عمري سبعة وخمسين سنة بيحكي لي إبصم ويرجع مرفوض أمنيا فالفرصة الوحيدة اللي نقدر نخش فيها على الكدس هي في رمضان أنا طالع تقريبا من الساعة ستة عشان فيه كثير أزمة في الطرق وأزمة عند المعبر والحمد لله رب العالمين المهم أنه نوصل وصلوا وصلوا سجدت الدموع على أرض مسجدهم المبارك وركع الخشوع لهيبة الروحانية وقدسية المكان ورفعت الأياد الداعية لله أن يبقي الأقصى طاهرا سالما وغانما من هجمات الاقتحامات المسعورة صراحة أنا مبارح كان وصلتي من الأرلان ونزلت على نابلس واليوم من الصبح أجيت على الأقصى الحمد لله رب العالمين عم بطعمنا صلاة بالأقصى الله يطعمها لك كل واحد مش تهي أن يجي على الأقصى الحمد لله إن شاء الله من زايد لزايد يا رب يعني مبارح كما جينا صلينا الترويح يعني ما فيش وساعة للناس تصلي برضو إن شاء الله بظل عامر بإصحابه بإسلامه بحبايبه هذا يدل وبشكل واضح وهو استفتاء شعبي على أن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد إسلامي خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد مهما حاول الاحتلال أن يزور الحقائق ويزور التاريخ الأقصى اليوم كبرى قلبه وغرور قطعيناه لمشهد هو بأمس الحاجة له ليشد من أزره في رمضان وغير رمضان يوم الجمعة وفي كل الأيام من القدس المحتلة زين صندوقها رؤيا إذن نكمل هذه النشرة وأيضا في الشأن الفلسطيني وبعد خوضه معركة الكرامة والحرية لواحد واربعين يوما خرج الأسير عدي أبو السعد من سجن ريمون الصحراوي بعد انتهاء محكوميته إلى مستشفى المقاصد الخيري في مدينة القدس المحتلة ليتلقى العلاج وليروي قصة سمود الأسرة المزيد في التقرير التالي إما النصر أو النصر ولا خيار بديل كان شعار أسر الحرية خلال إضراب الكرامة فانتصروا على السجان بعد واحد واربعين يوم خرج الأسير عدي أبو السعد بعد انتهاء المعركة ليروي لنا أبرز محطات التنكيل التي مر بها الأسرة خلال معركة الأمعاء الصامدة الفرشة اللي كنا نمع عليها هذه ليست صالحة للبشر صراحة كان كانوا يخلونا نمع عليها وعطونا بطنية منهم أخذوا مننا وعينا أخذوا مننا لحرماتنا وممنوعنا نخدم ولا إيشي ولا إيشي معنا أوعينا فيش معنا غيرات داخلية فيش معنا بلوزة وبنطلون وكميس نفس الأواعي واحد واربعين يوم يعني انتكلنا بعدها لشطة وبشطة غاد معروف سجن شطة فيه المي وسخة حطونا في قسم جنائي المي اللي بتنزل فيه فيها صدى وغاد غير صالح الشرب وغاد فيه شباب تعب وفيه غاد تلات أربع شباب ضرب عندهم الكلة كان مرات يتعب وينزل على العيادة يضربوه يقعد يضرب فيه بصراحة لأول مرة بتصير لأول مرة بس عندنا بالسجون الإسرائيلية بتصير إن الدكتور بضرب الأسرة خلال فترة إضرابه وكإجراء عقابيا بحقه قامت إدارة مصلحة السجون بنقل عدي من سجن لآخر عبر البوستة التي تعتبر وسيلة تعذيبا للأسير ترهيقه بإبقائه في موضع الوقوف في ظل عدم الطاقة في جسده البوستة طبعا هي من أصعب للشياء في السجن البوستة هي كلها من جوا حديد بتكون مربطات في كلبشات وإجريك كلبشات بتقعد فيها أكثر من عشر ساعات جوا باص أو ترك برات بكون باص أو ترك وكله حديد أجب كلولي أنت منكول على شطة تخيل اليوم الأربعة وعشرين خمسة وعشرين واحد مضرب على الأكل بيجب كلوله أنت منكول دم طلعوا بوستة من جنوب فلسطين لشمال فلسطين أكثر ما أفرح قلب عدي لحظة الإفراج عنه عند لقائه بابنته وطن التي تبلغ من العمر عشرين يوما لم يعلم بمجيئها إلا لحظة إطلاق صراحه من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا أهلا بكم من جديد عربت الأمم المتحدة عن خيبة أملها الكبيرة من قرار الولايات المتحدة الأمريكية لانسحاب من اتفاقية باريس المناخ معتبرة ذلك ضربة للجهود الدولية للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري وتعزيز الأمن الدولي ردود الفعل الدولي الواسع على انسحاب الأمريكي من اتفاقية المناخ في هذا التقرير بخطاب لم تتجاوز مدته دقائق معدودة ضرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعرض الحائط ما اتفقت عليه 195 بلدا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في كانون الأول من العام 2015 في العاصمة الفرنسية باريس عقب سنوات من المفاوضات الشاقة التي هدفت إلى تقليص نسب الغازات الدفيئة الناتجة عن تعاظم الثورة الصناعية على مستوى العالم وفي وقت أعلن فيه ترامب رفضه ما يمكن أن يقف في طريق إنهاض الاقتصاد الأمريكي وغسل يديه من الالتزامات المالية والقيود التي ستحد من نشاط بلاده الصناعي أعربت إيطاليا وفرنسا وألمانيا عن أسفها للانسحاب الأمريكي من اتفاقية المناخ ورفضت إمكانية مراجعتها وفي بيان مشترك سريع وفريد من نوعه ناشدت روما وباريس وبرلين حلفاءها لتسريع جهود مكافحة تغير المناخ داعين لبذل المزيد من الجهود لمساعدة الدول النامية على التكيف مع أحكام الاتفاقية المناخية وعبر البيان الفرنسي الإيطالي الألماني عن إحباط أكبر ثلاثة اقتصاديات في منطقة اليورو معلنة عزمها على الاستمرار بالاتفاقية دون دعم واشنطن الأمر الذي يكشف عن عدم جدوى المبررات التي ساقها ترامب عن انسحابه من اتفاقية المناخ خلال اتصالات هاتفية مع الزعماء الثلاثة إضافة إلى رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الذي قال في تصريحات منفصلة إن قرار الولايات المتحدة محبط وأن بلاده ستبقي على دعمها المستمر لما أسماه بالتحول للاقتصاديات ذات النمو النظيف الصين وهي إحدى عربي اتفاقية باريس اعتبرت انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس انتكاسة للعالم مؤكدة عزمها رفقة الهند والاتحاد الأوروبي على مضاعفة الجهود من أجل تطبيق الاتفاقية وكذلك المكسيك التي اعتبرت أن الالتزام ببنود اتفاقية باريس واجبا أخلاقيا وفي وقت خرجت فيه مظاهرات في عدة مدن حول العالم وإلى جانب حديقة البيت الأبيض التي شهدت إعلان ترامب قراره المناخي لم يسلم الأخير من انتقاد خصومه الداخليين حيث وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ قرار الانسحاب بأحد أسوأ التحركات السياسية التي اتخذتها بلاده في القرن الحادي والعشرين في وقت عبر فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن أسفه الشديد لقرار خلفه ترامب واعتبر في بيان شديد اللهجة أن على الولايات المتحدة أن تكون في الطليعة حتى في غياب القيادة الأمريكية وحتى لو انضمت هذه الإدارة إلى حفنة صغيرة من الدول التي ترفض المستقبل تطمينات أمريكية لأنقرة فيما يخص تسليح الأكراد التحالف الدولي ينفذ أكثر من 26 ألف ضربة ضد داعش في العراق وتايوان تغرق بالأمطار هذه الأخبار والمزيد في جولتنا حول العالم قدم الجيش الأمريكي تطمينات إلى تركيا حول إبداد المقاتلين الأكراد بسلاح أمريكي في قتالهم ضد عصابة داعش الإرهابية وذلك بعد أن وصفت أنقرة هذه الخطوة بأنها خطيرة للغاية وأكد المتحدث باسم الجيش الأمريكي في بغداد أن بلاده تحافظ على المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالأسلحة التي تعطيها لقوات سوريا الديمقراطية وأن أي سلاح يتم تقديمه سوف يسجل برقمه التسلسلي قالت السفارة الأمريكية في بغداد إنه بعد مرور مئة يوم على انطلاق عملية تحرير غرب الموصل فإن القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي تواصل التقدم على حساب عصابة داعش التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة وكشف بيان للسفارة الأمريكية أنه منذ بيدي عملية تحرير الموصل نفذت قوات التحالف أكثر من 26 ألفا ضد أهداف لعصابة داعش الإرهابية دخلت مدينة الحسيمة شمالية المغرب في إضراب عام استجابة لدعوة قادة حراك الريف في حين واصل آلاف المحتجين تظاهراتهم للمطالبة بإطلاق سراح 40 معتقلا بينهم ناصر الزفزافي الذي يتزعم الحراك الريفي المطالب بمكافحة الفساد وتنمية الإقليم منذ نحو ثمانية أشهر أحالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام المحكمة العليا قضية مرسوم الهجرة الذي علقته محكمة استئناف فدرالية في فرجينيا في أواخر أيار الماضي حيث يمنع المرسوم المهاجرين من العالم بأسره والمسافرين من سوريا واليمن وليبيا وإيران والصومال والسودان من الدخول إلى الولايات المتحدة قضى 36 شخصا على الأقل اختناقا في هجوم على كازينو في العاصمة الفلبينية مانيلا نفذه مسلح أضرم النار في المبنى قبل أن ينتحر بحسب ما أعلنت السلطات وأصيب نحو 50 شخصا آخرين بجروح خلال التدفع الذي وقع عندما ساد الهلع بين رواد المنتجع القريب من مطار العاصمة الدولي خلف أعصار تامي دمارا هائلا في عدة مناطق في تايوان بعد ساعات من دخوله وكان الأعصار ضرب مناطق واسعة في الصين مما أدى إلى إجلاء آلاف السكان من المناطق فيما عملت فرق الإصلاح على مدار الساعة لعادة تصديح الطرق المتضررة وخطوط الكهرباء وغيرها من البنى التحتية والآن نترككم مع هذه اللقطات للإشارات الضوئية الذكية في العاصمة عمان وبلا تعليق ترجمة نانسي قنقر نتابع الآن الحالة الجوية ودرجات الحرارة لهذه الليلة ويوم غد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر